موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجزون اخباري من قناة المرافضون اهلا بكم اشهد رئيس الموريتاني محمد العبدالعزيز في لقاء له مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش منتدى تعاون الصيني الافريقي بجوهانسبيرغ في جنوب افريقيا اشهد بالشراكة الصينية الافريقية مؤكدا ان الصين شريك استراتيجي لاغنا عنه لتنمية القارة الافريقية اضاف العبدالعزيز ان الشراكة بين الصين وافريقيا تشكل مثالا يحتذا نظرا للنتائج الكبيرة التي قال ان الجانبين حققها عبر التبادل طالب حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية تواصل بحل جذري وشامل لما سماها ازمة طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في نواكشوت وقال الحزب في بيان صادر عنه ان ما سماها سياسات الارتجال والعشوائية التي ينتهجها النظام جعلت البلاد تتخبط في الازمات وتتردى الى مستوى العجز عن توفير ابسط الخدمات وفق تعبير البيان اعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية تضامنه مع طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب في نواكشوت وقال الحزب في بيان صادر عن منظمته الوطنية للشباب ان الطلاب يعيشون منذ افتتاح العام الدراسي اوضاعا وصفها بالصعبة بسبب ما سماه ترد الخدمات وعجز الجهة الوصية عن مواجهة ابسط المشاكل المطروحة امام الطلاب اخيرا في هذا الموجز فاز نادي تفرغ زين بثلاثة اهداف على عميد اندية العاصمة نادي الاكسر في لقاء جمع بينهما ضمن الجولة السابعة من الدور الموريتاني لكرة القدم ويعتبر هذا اللقاء ثاني لقاء يجمع الناديين في اقل من عشرة ايام حيث التقيا في نهاي كاس السوبر مؤخرا في العاصمة الاقتصادية وذيبه يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة تعبر صفحتنا على الفيسبوك اللاهرة على الشاشة السادسة نشرة اخبارية بحول الله دمتم في امان الله اشتركوا في القناة